وأصبح عزيز عزة باشا تاني رئيس لللجنة العليا للنادي الأهلي للرياضة البدنية وانتهت رئاسة مستر ميتشل أنس لللجنة العليا بعد 11 شهر وتسع تيام من تولي الرئاسة ف24 إبريل 1907 يوم أول جلسة رسمية للنادي وهنا مهم مرة تانية أن احنا نتعرف على عزيز عزة باشا الرئيس التاني للنادي الأهلي واللي تم انتخابه في أول اجتماع يتم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة قلنا أنه ولد في القاهرة في 24 يونيو سنة 1869 والده عبدالله باشا عزة رئيس مجلس الأحكام العسكرية في عهد الخديو اسماعيل وزوجته بهية يكنهانم حفيدة الخديو اسماعيل تلقى دراسته الابتدائية بالقاهرة ثم التحق بكلية كامبرج في انجلترا وبعد أن أتم دراسته فيها التحق بمدرسة ويلج الحربية وتخرج فيها وانضم إلى الجيش البريطاني ضابطا متدربا بسلاح التوبجية بعد أن عاد إلى مصر عين ياورا بالمعية السنية يعني البلاط الملكي إلى أن ترقى إلى رتبة لواء وعين بعد ذلك وكيلا لوزارة الخارجية المصرية واستقال منها سنة 1908 أسند إليه الملك فؤاد الأول تمثيل مصر لدى حكومة بريطانيا العظمى عام 1923 ليصبح أول سفير في تاريخ مصر بالمملكة المتحدة واستمر لمدة خمس سنوات وذلك بعد إلغاء الحماية البريطانية عن مصر في 28 فبراير سنة 1922 ثم عين وزيرا للخارجية من 18 فبراير 1935 ثم عضوا بمجلس الوصاية على عرش الملك فاروق الأول عام 1936 مع الأمير محمد علي توفيق وشريف صبري باشا وتوفي في 12 إبريل 1961 وبعد انتخاب عزيز عزة باشا رئيسا لللجنة العليا للنادي الأهلي اقترح أمين سامي باشا تقديم خطاب شكر لمستر ميتشل أنس مع الرئاسة الشرفية طوال حياته ووافقت اللجنة العليا وكمان قررت بناء على اقتراح عزتله عمر لطفي بك تقديم خطاب شكر لكل من إدريس راغب بك وعمر سلطان بك ومحمد طلعت بك لتفضلهم بقبول ضمان قرد النادي الأهلي من البنك ترجمة نانسي قنقر